اشتركوا في القناة ممن لم يتمكنوا من الحصول على التطعيم واكد معاليه ان التوجيهات السامية ليست بغريبة على جلالة الملك المفدى الذي عودنا دائما وفي جميع المحطات على الحرص الكبير والاهتمام البالغ بمصلحة المواطن البحريني ورعاية شؤونه سواء في داخل المملكة او خارجها وهو الامر الذي يدل على النظرة الانسانية الثاقبة لرعاية صحة وسلامة كافة ابنائه المواطنين اينما وجدوه وهو بلا شك نهج حميد وراسخ في مملكة البحرين كما ثمن معاليه المتابعة الدؤوب لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث يقود سموه فريق البحرين على المضي بثبات في تنفيذ الخطط التي وضعت لمختلف مسارات التعامل مع فيروس كورونا وللحد من تداعياته بروح مفعمة بحب التحدي والامل مهما بلغت التحديات والتي ستتكلل بعون الله وتوفيقه بالنجاح اشتركوا في القناة